السلام عليكم متابعينا الاعزاء اهلا بكم حلقة جديدة من شرحة تطبيقات نصر معلومات الجغرافية والاشتراك عن بعض باستخدام برنامج جلوب المور هنكمل في السلسلة بتاعتنا وهنشوف النهاردة تطبيق مفيد جدا لكتير من الباحثين خاصة الناس اللي بتهتم بمجال التطبيق اللي احنا نشوفه النهاردة هو ازاي ان احنا نشتق بعض المؤشرات المهمة زي من بيانات الامار الصناعية ونحولها لشكل زي ما احنا شايفين من خلال برنامج جلوب المور والتطبيق اللي هنشوفه النهاردة هنطبع على بيانات زي ما احنا شايفين قدامنا نقدر نشوف الاتريبيوتس ونقدر نشوف الاريا بتاعت كل البيانات اللي احنا هنطبع عليها احنا محتاجين ننزل شريحة للمنطقة بتاعتنا من السنتينال تو احنا هنا مستخدمين سنتينال تو بي الليفل وان سي الليفل معالجة الاول طبعا لو انت محتاج بيانات ادق او هتشتغل على الاتشيني جديكشن يفضل ان تشتغل على ليفل تو او تعمل معالجة البيانات دي باستخدام الاسناب البرنامج باستخدم البرنامج المضغوط على طول من غير ما نفك الضغط ناخده نسحبه جوه البرنامج هيفتح معانا على طول هننتظر ان هو يحمل البندات بتاعتنا اه هو هنا بيقول لنا انت عايز تحملها هنقول له عشان يحمل لنا الشرايح وهنا في بعض الملفات بتبقى موجودة في الميتة داتة ما بتفتحش معانا اه فهنقول له اوكي مفيش مشكلة هننتظر ان هو يحمل كل البندات اللي موجودة في الشريحة اه وكده حمل لنا كل البندات كمان حمل لنا المسك ليير هنلاقي زي ما احنا شايفين ديات المسك بتاع الكلاود وغيرها دول ممكن نقفلهم اخترهم بشفت ونعمل كلوز ان احنا مش محتاجينهم هنسيب بس البندات اللي هنطبع عليها اه هنلاقي عندنا التلاتتاشر بند والترو كلر اه الكمبوز بتاع الترو كلر اللي هو دي سي اي ده زي ما احنا شايفين الجلوب المبر على طول بيدعم الجي بي تو اه بتنزل المزححة في مكانها اه بس طبعا مش معمول لها لان احنا قلنا ده لفل واحد اه لو انت محتاج تعمل هنستخدم برنامج الاسناب ونعمل اه او ننزلها اه على طول من من السايت آآ آآ زي ما احنا شايفين لو عملنا زوم لأقصى آآ بتاع عشرة متر فبتدينا تفاصيل اكتر من اللانسات آآ هنستعرض اي بند من البندات آآ الخطوات بسيطة قوي هنروح من قايمة اناليسيز اهو الحاجة وهنلاقي في عندنا اوبشن اسم او راستر كالكوليتر آآ ده هنطبق فورميولة الفورميولة بتبقى جهزة جوه البرنامج آآ مش محتاجين ان احنا ندور عليها اهو نعرفها بنختار بس تشيك اول عشان يختار لنا كل البندات تنزل معنا وبعد كده هنقول له اوكي هيفتح لنا القايمة بتاعت الابلاي فورميولة آآ هنلاقي زي ما احنا شايفين بسيطة قوي هنلاقي فيها الفورميولة جهزة دي حاجات بايد فولت الكل لمعظم الاعمار المالت سبكترال سواء اللاندسات او السنتنل او آآ غيرها هنختار بس ان احنا نشوف المؤشر اللي احنا عايزين نستخدمه وهنلاقي على طول بيجيب لنا بتاع المؤشر بتاعنا آآ هنشوف الاندي في اي نجرب الاندي في اي للسنتنل تو بيقول لنا ان البندات اللي محتاجها بندة تمانية وبند اربعة والاكوشن موجودة على طول الفورميولة موجودة وبيدينا في اسمها هنكتب بس في اسمها وبعدين هنعمل وبعدين ممكن نختار اللي عايزين نستعرض بيه البعنات آآ من الشيدر من هنا هنختار آآ عشان تزهر لنا بنفس الشيدر بتاع الاندي في اي وممكن نستخدم بس نطبع على منطقة صغيرة شوية عشان آآ ما تاخد شوية اطول فممكن نطبع على مدينة القاهرة كده او اجزاء منها آآ نختار اريا كده بعد كده نقول له اوكي نقعد كده اوكي هيفتح لنا قائمة زي ان احنا نستطب للبند بتاعتنا هنختار البند رقم اربعة والبند رقم تمانية دول البندين اللي هو بيحتاجهم عشان يحسب الاندي في اي وبعد كده هنقول له اوكي وهننتظر ان هو يخلص معنا البروسيس اللي مستخدمين عم نطبينا على منطقة صغيرة فمش هتاخد وقت طويل خلاص هو كده اشتقلنا الاندي في اي على طول آآ مباشرة زي ما احنا شايفين نعمل زوم ونشوف بتاع عشرة متر آآ وهنلاقي اري هنا في اللي بتاعنا من ماينس بوينت ساعة اربعين لماينس بوينت خمس سبعين طبعا لو احنا مستخدمين ليفل اتنين آآ اللي معمولات مصفور مفوت تدي من ماينس واحد آآ لواحد آآ 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 نتيجة اضاق هنستعرض البيانات زي ما احنا شايفين ميز لنا الوطر عن 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 نقارنها بآآ ونشوفها اللي هنزبوطها الى حد كبير آآ زي ما احنا نشوفنا خطوة بسيطة قوي احنا نشرق الاندي في آآ آآ ممكن كمان نجرب آآ مؤشر تاني هنروح على قايمة انالس تاني وهنعمل راستر كالكولياتور وهنعمل بس نشيل الاندي في آآ آآ لازم بس تكون بندات مينفعش جريد وبعد كده نقول له اوكي ممكن نجرب نشوف الاندي دابلو اي آآ في عندنا زي ما شوفنا لاندي سات بكل عنوعه فايف وايد وآآ الافي آآ فممكن نشوف الاندي دابلو اي للسنتينال تو ده بيحتاج بند تلاتة وبند تمانية اللي هو النورمالايز دفرانس وطر انديكس ونسميها اندي دابلو اي ونختار برضو اريا تكون صغيرة شوية نطبع عليها وليكن الاريا دي وبعد كده هنقول له اوكي وبعد كده هنقول له اوكي هنختار بس السيتاب بند تلاتة هنختار بند تلاتة وليف بند تمانية هنختار بند تمانية وبعد كده هنقول له اوكي هننتظر ان العمليات تم معنا اه مش تاخد بقية طويل لان احنا مختارين منطقة صغيرة والريزولوشن بتاع برضو هتبقى عشرة متر لان بند تلاتة وبند تمانية بريزولوشن عشرة متر ونستعرض النتيجة بتاعتنا زي ما احنا شايفين هو فصل لنا دلوقتي المسطحات المائية عن اللند زي ما احنا شايفين نهر النيل واضح قوي حتى البحيرات الصغيرة زي بحيرات عين السيرة وكمان هنلاحظت بعض المصارف والترع الصغيرة برضو اشتقها على الريزولوشن عالي حتى بعض حمامات السباحة اشتقها من البيانات اه لو احنا محتاجين اه نظهر بس الووتر هنروح على دابل كليك على اللير ونألتر اليفيشن ونخليها يقرأ لنا من زيرو لحد اه بوينت اربعة اللي هو الماكسيمم هنلاحظت اي فصل لنا بس الووتر عن الاريا اه ظهر لنا بس الووتر بادي بس زي ما احنا شايفين كده اه دلوقتي لو احنا محتاجين نحول البيانات دي لفكتور هنعمل خطوطين الخطوة الاولى من قائمة اناليسز هنقول له ونختار وبعد كده نقول له اوكي هنلاقي فيه برضو اه فيه جاهزة فاحنا ممكن نختار الايسا اه لاند كوفر ونختار الاوبشال التاني ونقول له اوكي هنلاقي عمل لنا جريد من الاندي في اي عمال له روفنس اه بعد كده بسهولة بنقدر من خلال الروفنس ده هو نفس نفس الشكل بالزبط اه بس عمل لها روفنس هنختار من اللير بتاع الروفنس كليك من لير ونقول له وبعد كده هو مختار الروفنس وبعد كده هنقول له اوكي اه مش هنعدل حاجه هنا هنسيب الديفولت برامتر بتاعتنا مش هنختار البرامتر وبعد كده هنقول له اوكي هنلاقي اوتوماتيك حول لنا الجريد ده ليه اه زي ما احنا شايفين قدامنا اه اصبحت فيكتور ده ده اه في شكل نقدر مستخدام التول بتاعت الادت نختارها ونعدل فيها اه زي ما احنا شايفين اه اشتقلنا كل الوطر باضي اه سواء البحيرات او نهر النيل اه في شكل فيكتور اه بناخدها بسهولة او نقدر شوف الاتريبيوتس بتاعتها ونقدر نشوف مساحة ونقدر نضيف على اي اتريبيوتس احنا عايزينها ونقدر نستخدمها في شغلنا اه في البيزماب او نستخدمها في بحيس ان احنا نعرف ايه التغير بس طبعا قلنا يفضل ان احنا نستخدم اه نتمنى يكون اتغط بها عجبكم وهتلاقوا في مع الفيديو والتفاصيل اه دورة اه نظوم معلمات الجرافية المتقدمة باستخدام برنامج جلوب المبر اه اللي احنا بنقدمها اه بتشتركوا في القناة ونشوفكم في حلقات تانية جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته